بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والذي يتعلقنا طبعا بمكون التربية المدنية القسم السادس طبعا الدرس الثاني أشارك في وضع ميطاق قسمنا وانتخاب مكتب التعاونية إذن ها هو أشارك في وضع ميطاق قسمنا وانتخاب مكتب التعاونية إذن عدنا الهدف هو أنمي قدرات على توظيف تجاربي في تعلمات جديدة من خلال ميطاق قسم ونشط التعاونية أمهد لتعلومي كيف أجعل تجربة خاصة مفيدة للتجربة الجماعية لقسمنا وكيف أقوم بدور ريادي في وضع ميطاق قسمنا وانتخاب مكتب تعاونيته ما معنى الاتزام وكيف نفعله من خلال ميطاق قسم وبرنامج تعاونيته نعم نمر إلى الأنشطة عدنا أتقاسم استنتاجاته من تجربتي حول ميطاق القسم وانشاط تعاونيته اقترحت تنظيم ورشة مع مجموعة طبعا مجموعتين لنتقاسم استنتاجات من تجربتنا اتفقنا عن اختار كل واحد طبعا مننا جانبان من جوانب تلك التجربة لنتكامل طبعا فأنتك التالي تجربة الخاصة هنا تجربة جمال قال له موجود قواعد مشتركة بين الميطاق ومبادئ التعاونية تجربة مشتركة النادية والسالم المسؤولية الفرضية والمسؤولية الجماعية تجربة هودا الالتزام بالتفعيل ابقى التجربتي الخاصة طبعا دونتها هنا نهاية مثلا اما عدم الغش او طبعا السلوك في القسم سلوك في القسم والقاءة التحية عند الدخول واحترام قواعد تعبير والانصات الممكن تجلبة دخول القسم وحترام قواعد التعبير والانصات للآخرين أولا ندير تجربة الانسجام والتعاون هذه هي تجربتي الخاصة مثلا الانسجام والتعاون بين الأفراد لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق المصالح المشتركة طبعا القواعد المشتركة بين متقس نعم هذا طبعا نعود إلى ثانيا أولا استنتاج جمال هناك قواعد مشتركة بين متقس ونشط تعاون نعم هناك قواعد مشتركة بين متقس ونشاط التعاون فمثلا هنا قال كلاهما ينمي علاقات الاحترام بيننا مثلا هذا قالت وأيضا التفاعل الإيجابي مع محيطنا مثلا هنا قالوا نعم كلاهما ينمي التقا بالنفس مثلا طبعا ثانيا ممكن زيدوا أمثلة أخرى كما قواعد مشتركة بين المشروعين اللي هو متقس وتعاونية القسم طبعا التعاونية الحفاظ طبعا على الجهيزات مؤسسة احترام طبعا احترام فيما بيننا طبعا تنمية علاقات الاحترام طبعا المتبادل عدم تجيع تم تعلمين على السلوكات غير صديقة للبيئة وهكذا إذن هنا سنرى القواعد المشتركة بين منت القسم ومنبادل التعاونية فاكين تنمية التقا بالنفس حلية تعبير اتخاذ المبادرة وسنرى مجموعة من القواعد تنمية علاقات الاحترام المتبادل عدم مقاطعة الآخر وهو يتكلم سيانة كتاب صارتهم صديقي ثم تنمية تفاعل ايجابي مع المحيط الحفاظ على الجهيزات المؤسسة احترام القائمين على صحتنا وسلامة المدرسة سنرى قواعد اخرى المشتركة بفعالية في التارس ابداء الرأي بكل شجاعة طبعا تنمية علاقات الاحترام لا ومالي سلعون تجاه المتعلمين او انتقوا بالكلام الصغير فهذا ينمي العلاقات الاحترام تبادل بالنسبة لتنمية التفاعل ايجابي مع المحيط المساهمة في حملة نظافة الساساء عدم تشجير متعلم على السلوكات غير الصديقة للبيئة فطبعا هذه قواعد مشتركة بينامية القسم ومبادئ التعاوني نمر الى طبعا الى سؤال الموالي نعم ها هو او النشط الثاني الميتاق والتعاونية طلباني مسئولية فردية ومسئولية جماعية فعلا طلباني مسئولية فردية ومسئولية جماعية هنا قال لك احرز مشروعنا البيئي على جائزة بفضل انجاز القامة على المسئولية الجماعية اذا احراز المشروع البيئي على الجائزة طبعا من فضل انجاز قام على المسئولية الجماعية ولكن قام على المسئولية جماعية كنت في نفس القسم مع سالي تكلفت باعداد طبعا ماذا؟ تكلفت باعداد رسمي للمرصاق كانت تلك مسئولية الفردية وكان علي ان انجح في مهماته نعم استمعنا لندي وسلم وهما يقدمان استنتاجهما اوضحوا انطلاقا من الشهادتين التكامل بين المسئولية الفردية ومسئولية الجماعية في نجاح المسروع طبعا فنجاح المسروع طبعا يتطلب هناك تكامل بين المسئولية الفردية أي كل فرد يقوم بما التزم به طبعا من اجل انجاح المسروع طبعا فالمسئولية الفردية طبعا هناك تكامل بين المسئولية الفردية والمسئولية طبعا الجماعية لاحظوا هنا هذه الصورة هذه أوراق ملقات على الآد أحجار يعني هنا طبعا مهمة هذه الصورة قالوا أن أكتب نصا أقدم فيه الوضعية الآتية مع التعبير عن رأيي وذلك بتوظيف كلمات الآتية الحرية وحدود الحرية المسؤولية الفردية والجماعية المسؤولية القانونية والمعنوية إذن أنا ذا توحد طبعا نص صغير جلس مجموعة من طبعا الأشخاص في حديقة عمومية تناولوا ما أحضروه من أطعمة بعدها قاموا بسلوكات سلبية تتجلى في رمي القمامات في الحديقة ووضع الأحجار في الممرات يعني أرها أن أولئا لهم الحرية في الاستفادة من الأماكن العمومية لكن دون إلحاق التراربها فهذا لا يتجاوز حدود الحرية فكل فرد مسؤول عن ما قام به تجاه طبعا الحديقة العمومية كما أن هناك مسؤولية جماعية تتجلى في عدم التشجيع على السلوكات غير صديقة بل ينبغي ماذا؟ توعيات الأفراد بخطورة هذه التصرفات إذن هذا النص هو اللي بي يقرح ها هو طبعا يوقفوا يقرأ هذا النص هذا الذي يعبرنا على هذه الصورة من مراهد شيء نعم رجعوا له هنا سنطلبوا منه كتب ونقش طبعا مع مجموعات موضوع المسؤول على المستويل القانوني وطبعا المعنوي ثم الخلاصة قلنا هذه الخلاصة دبعا نمر إلى النشاط الموالي نعم اللي هي هنا قالوا لنا أقوم بدور ريادي في وضع متاق قسمنا وانتخاب مكتب تعاونياتي طبعا نشاط عمل هذا أفكار بالنسبة لمتاق قسمنا الاحترام المتبادة نبلعون في تجار الأشخاص متلاكات تنظيم الحياة من قسم العلاقة مع المحيط هنا أفكار بالنسبة لانتخاب مكتب تعاونياتي احترام شروط العملية الانتخابية المناصفة بين الأولاد والبناء نعم مناصفة يعني التساوي تقديم برامج تستجيب لحاجة توقع بالتطبيق الإبداع ثم طبعا سنكمل ها هما كنا من بين المتاقص ندينا اللي أخصنا أجلسوا في المقعد الخاسبي أنتبهوا جيدا عند بيديد الدارس طبعا وشاركوا فعاليه في الدارس ونجدوا تماني والانشطة طبعا التي يدعون الأستاذ إليها وبدي رأيي تعبير عن الرأي الإنصاد للآخرين احترام آرائهم تجنب الثرطهراء احترام الأستاذ والمتعليم طبعا نقينا مجموعة من القواعد الحفاظ على الوسائل التعليمية والتجهيزات الحفاظ على الكتب وقصص خزان القاسم ووضع النفايات في سلط المهمالات المساهمة في حملة طبعا النظافة بالنسبة لانتخاب مكتب تعامل القاسم احترام شروط العمل الانتخابية يعني الطلاع على شروط الانتخاب المشاركة في عمل الانتخاب بتتبع عملية الفارز لإعلان النتائج وإنجاز المحضار عرض محاور لبرنامج عمل تعامل قسم نعم البرنامج للتعامل قسم أنشطة تعلق تربويات تقافية وفنية أنشطة لحماية الصحة المحافظة البيئة أنشطة اليادية وألعاب ترفيهية إذن هذه محاور لبرنامج العمل تعامل قسم والمناصفة بين الأولاد والبنات بالحوج أساسي المناصفة بين الأولاد والبنات نمر إلى النشاط رقم ثلاثة أوضح معنا الالتزام وأتفق مع مجموعة هنا نقرأ في التاب على تفعيله إذن نقرأ هنا الالتزام ضروري أتعلم أن أنا ما زلت أحتفظ بتصميمي لتقديم ميتاق قسمنا وبرنامج تعامل إذن هنا الميتا هنا قرأنا سنتاج المتاق والتعاون تطلبين التزاما صريحا بالتفعيل والمتابعة طبعا التزاما بالتفعيل والمتابعة نعم هنا قلنا أحذف الكلمة الغير المناسبة لتعريف التزام سنقوم بتعريف التزام طبعنا تعهد إجباري القيم بشيء إرادة التكالية الوفاء إذن فالالتزام فهو تعهد إذن فهو تعهد وبالتالي سيكون إجباري لأن تعهدت والتزامت بقيام بشيء ما إذن فالالتزام فهو تعهد وإجباري للقيام بشيء والوفاء به إذن هذه التكالية وإرادة هي اللي نحذفها التكالية والإرادة لماذا؟ لأن الالتزام تعهد ومدام أنه تعهد فهو إجباري للقيام بأشياء والوفاء بطبعا العمل المطلوب إذن تصميم اقتراح مدرس فاطمة المرنيسي طبعا قسم سادس ومتاع القسم هنا وطبعا هنا برنامج تعامل قسم جملة تعبر عن التزام طبعا الالتزام هو تعهد نخدم هنا هو تعهد إجبار أو إجبار للقيام بأشياء طبعا والوفاء بالمهام المنطة بعد قطلنا تقويم التعلمات سنقوم ترجمة نانسي قنقر